يعني الحقيقة طول الوقت متابعين متابع سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني في كافة الحقيقة لو هنتكلم عن أو كافة المحاور لو هنتكلم عن المحاور السياسية الاجتماعية أو حتى الاقتصادية فكرة سرعة الاستجابة وتحولها لنوافذ التشريعية والتنفيذية شايف حضرك سرعة هذه الاستجابة وسرعة التعامل مع هذه المخرجات في هذا الوقت تحديدا يمكن في البداية عايز أتوجه بالشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية على سرعة الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني نحن الآن في بداية جمهورية جديدة مبنية على التوافق ومبنية على مشاركة جميع المصريين يمكن الحوار الوطني على مدار شهور من بداية ما سيد رئيس أعلن عن بداية الحوار الوطني 26 إبريل 22 والناس كلها خلية نحلة شغالة في الحوار الوطني جلسات على ثلاث محاور اتصادية وسياسية واجتماعية يمكن شملت 19 لجنة 13 لجنة يمكن زي ما ذكر مبارح الدكتور ديارة شوان المنصق العام للحوار الوطني على الانتهاء من 13 لجنة دولت رفع بيهم توصيات لسيد الرئيس عظيم أعتقد أن المخرجات اللي تمت حتى الآن من الحوار الوطني خير رد على ما كان يزعم في البداية أن ده حوار ما بين مجموعة من الأشخاص في الدولة ومجموعة من الناس متفقين على وجهة نظر لا مكان لأي حد مختلف معاهم في هذا الحوار الوطني زي ما حيك قلت كده ده أكبر رد أن الكادة السياسية مهتمة بأراء جميع المصريين الكادة السياسية قريبة جدا من الجميع بتسمع لجميع الأراء مهتمة بجميع الأراء مشاركة أنا إن كان شاركت في الحوار الوطني شوفت جميع طائف المجتمع مشاركة جميع النقابات الأحزاب السياسية كلها كانت مشاركة كل حتى المعارضة كان جزء مشارك منها فبالعكس ده إحنا كانت مشاركة شاملة وكل المصريين شاركوا في الحوار الوطني حتى اللي كان مش مهتم بالسياسة بدأ يتابع سياسة بدأ يتفرج على جلسات الحوار الوطني المزيع ناس كم تسأل الحوار الوطني بيتزع إمتى بيتزع فين أتابع إيه آراء إيه أشوف إيه أشارك إزاي أبعد إيه حتى المكتب الأمانة الفنية الحوار الوطني قالوا فيه موقع الحوار الوطني لأي حد ليه أراء ليه مشاركات معينة عايز يبعثها إيه قدر يبعثها على الموقع